اشتركوا في القناة تحدثوا عن ان 2013 زي ما كانت سنة حاسمة في مصر والمصريين بالنسبة لجماعة الاخوان كشفتهم وكشفت معهم اخرين وكانت نهايتهم كان في رأي ايضا بيتحدث عن اردوغان وبيقول انه 2013 ايضا هي سنة الفصل لاردوغان لان ميدان تقسيم طبعا كان بيتصدى لاردوغان كان الرشاوة لأولاد وزراء في حكمته ونجله هو شخصيا ايضا من المشاكل اللي كانت بتتصدى له وتقف بالمرصاد وبالتالي كان في استياء وتحفظ من اترك من رجال اعمال من اعلام تركي رأي حضرتك ايه هل 2013 نهايته ولا 2014 لسه هنشوف فيها لاردوغان تصريحات ومشاكل اخرى يعني تفعالات المشهد التركي مختلفة تماما عما جرى في الاعوام الماضية عشان كده هتلاقي انه الايكونومست بتلتقط خيط مهم يعني كمجلة رصينة وسقيلة يعني في الصحافة العالمية فهي بترى انه يعني مسامية المقال الطريق العربي الطريق العربي هنا بتقصد به انه ما وقفت بجانبه تركيا ضد بعض الانظمة العربية ومساندة الصورات الشعبية في منطقة العربية بسبب فساد بعض الحكومات في المنطقة هذا الامر بعد ثلاث سنين النهاردة من الربيع العربي بيتحول الى تركيا انكشف الغطاء عن ان تركيا تمارس نفس الفسادة الذي كانت تنتقد بسبب انظمة عربية في السابق واصبحت اليوم مثل الانظمة التي صارت عليها الانظمة الشعوب العربية في مصر وتونس ودول اخرى بترى انه هذا يعني مفارقة عجيبة وغريبة انه حكومة منتخبة وديمقراطية شبه مستقرة بعد فترات من الانقلابات العسكرية في تركيا اصبحت اليوم في مرمى النيران انه هذه الحكومة قامت ببناء شبكة من العلاقات المجبوهة ماليا وسياسيا وان هناك تنظيم اقرب لتنظيم الاخوان في مصر يعني يبني قدرات للتمكين في الدولة التركية وبالتالي اصطدم بالقضاء واصطدم بالشرطة وفي طريقه المؤسسة العسكرية ما زالت تراقب من بعيد وان كانت ترفض التدخل في هذه المرحلة التوقع اللي حديث بتتكلم عنه انه هل هو مستمر ام لا اعتقد انه هناك محطات في الانتخابات التركية ستكون حاسمة في مستقبل اردوغان انتخابات بلدية وانتخابات عامة انتخابات الرئاسة في 2015 هو يحاول ان يدفع عبدالله جول جانبا ويتقدم لانتخابات الرئاسة لكن الامور كلها ستتوقف على حجم المواجهة بين حزب العدالة والتنمية واردوغان ومن جانب والقضاء التركي من جانب اخر خاصة انه اليوم يحاول السيطرة على السلطة القضائية وهو مصار استغراب ومصار انتقاد اليوم في الدوائر الاوروبية التي كانت تعاول على فترة استقرار في تركيا تدفع تركيا للانضمام الاتحاد الاوروبي اشتركوا في القناة